نتحدث عن التقييمات الأمريكية لمخاطر إيران في المنطقة وأيضا عمل الولايات المتحدة وتعاونها مع الشركاء الإقليميين في المنطقة ففي ظل تقييم الإدارة الأمريكية الجديدة لوضعها في المنطقة وما يشمله من تهديدات والتزامات بحسب مسؤولها أكدت وزارة الدفاع الأمريكي أن السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة وصفة المملكة بأنها ركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي هذا بحسب ما نقلته الشرق الأوسط عن المتحدث باسم البنتاجون وشددت وزارة الدفاع على مواصلة عملية التقييم لضمان التوازن بين المتطلبات التشغيلية والمخاطر وكذلك الاستعداد لتحقيق الالتزامات العالمية وكرر المتحدث باسم البنتاجون رغبة إدارة بايدن في استكمال المحادثات مع الشركائها الإقليميين لتحديد القدرات المطلوبة لردع إيران ودعم الاستقرار الإقليمي أما فيما يخص إيقاف مبيعات ونقل السلاح للسعودية وحلفائها وكذلك المبيعات التجارية المباشرة التي سمحت بها إدارة ترامب وصف البنتاجون هذا الإيقاف بالمؤقت لافتا إلى روتينية ونموذجية هذا الإجراء الإداري في عملية الانتقال بهدف السماح للإدارة الجديدة للمراجعة وأوضح أن ذلك يأتي في إطار ضمان بناء نظام أمني قوي لشركاء الولايات المتحدة نظام قابل للتشغيل وأكثر قدرة على مواجهة المخاطر من جهته كشف قائد القيادة المركزية المختصة بالشرق الأوسط عن إبرام البنتاجون ترتيبا أوليا مع الرياض لاستخدام القواعد الجوية والموانئ البحرية المختلفة غرب البلاد لمواجهة أي حرب محتملة مع إيران مضيفا أن مياه الخليج العربي ستكون مياها متنازعا عليها في ظل أي سيناريو للنزاع المسلح مع إيران ما يوجد ضرورة للنظر أو ضرورة النظر للأماكن التي ستتنقل فيها القوات الأمريكية حينها هذا على حد تعبيره